اصرار شرق اوسطية اكشف فما خفي اعظم مع عبد الحميد العوني المتدينون المتطرفون المعروفون بالحردين ضربوا المجندات الاسرائيليات وهن يقدمنا الخدمة المستعجلة للضحايا اثر الصدام بمحفل ديني تحول الى كارثة مميتة في صفض يقول الجيش الاسرائيلي المتدينون المتشددون ضربوا وسبوا المجندات والمجندين ايضا عندما دخلوا للقبر للبحث عن الجرحة لقد رفض الجرحة ان تمسهم النساء ولو من وراء ثياب وقفازات يقول العسكري لراديو اسرائيل وتنقل كلامه times of israel لقد بدأوا بركلنا وعرقلتنا من الخلف فيما المجندات تلقينا الضربات بالركلات والاعقاب وفي كل الاتجاهات وطلبت قيادة الجيش بتحمل الضربات والجروح ومواصلة المهمة التي اعتبرتها انسانية واعتبر الجيش الاسرائيلي ما جرى خطير وهو يدين كل عنف جسدي او لفظي على نساء ورجال الجيش الاسرائيلي اتصحال مؤكدا على تقديمه العون وادان وزير الدفاع بني جانتس علنا ما حدث من عنف على المجندات فيما الذين قتلوا في الصدام اغلبهم من جماعة مولدة اهاران من الحريديم وهم من المتشددين الارثوذوكس بالتزام ديني واسع ويضمون الحسديم والمتناكديم والسفرديم وايضا المزرحين يرفض الحريديون الحداثة على صعيد الانماط والافكار الى ايدلوجيات كما يرفضون الصهيونية ويستعدونها ولديهم الان احياء ومدن واحزام سياسية ومتاجر خاصة ومدارس وفي بعض الدول امريكا الشمالية واوروبا الغربية هم ورثة القرائين الملتزمين بحرفية النص وحراسته وفي الشهادات الحاخام رفايل هورش هناك مصالحة مع التقنية والمجتمع مع التحفظ على القيم الغربية اذ يرفع هؤلاء الوصايا مدفوت الى 613 ملدة اهرون تؤمن بالسعادة في لقاءات وجموع يديرها الادمور الربي بشكل متسلسل او وراثي ان فرح الحياة يتجاوز كل شيء كما يتجاوز القبال او التصوف اليهودي كلا من الهلخة وايضا متنجدين التي ترفع المتنى على الحاخام او الشيخ بتعبيرنا وهناك اربع طوائف صغيرة الداع هريديت مرتكزة على حسديم ساتمار وناتوري كارتا الاشد عداء للسهيونية وهناك طيار اقرب الى السهيونية بحزب شاس وايضا هناك هريديت سيوني واخيرا حسديم لابوفيتش وهؤلاء ينصحون بالعمل في الجيش مولدت اهارون هي الفئة التي عاكست الطريق الذي فرضه الصهيونيون على الضريح وعلى زوار الضريح وعرف متصهيوني الدولة بالفعل بكل ما سيكون وقصدته اطراف لتغيير المصارات وخلق هذا الصدم وحاليا تحول الصدام بين السهيونية والصوفية اليهودية الى رفض ختمة الجيش وتدخله وبالطبع فان ضرب المجندات وعدد الجرح في الواحدة صباحا كان هو الاكبر فعدد الجرح كان من الجيش ومن سيداته اكبر من الذين سقطوا في الاسدحام والقتل نقلوا الى المستشفيات مع رفض لمس المرأة الاجنبية دائما لازدحام كلهم من أولدت اهارون او نجباء او اولاد هارون وهو سر اخر لدى الحردين اذ هارون من قبيلة ليفي لم يكن نبيا كما في القرآن بل حاخاما كبيرا اخا لموسى واسمه هو الذي فتح عليه الاله بسطة لانه كان لسان موسى المتعثر في القول فكان بلغة المتصوفة اقدر بقلبه على معرفة مقاصد الوحي انه المتحدث الرسمي ان كان موسى نبيا بالوحي ولابد ان يكون الجميع في نظر هذه الجماعة متحدثا باسم الرب كان كل شيء مفتعل كارثة مفتعلة وتدخل للمجندات مفتعل في اوساط متدينين متشددين بعدها لان كل ما يجري هو صرخة موسى ضد السهيونية يقول التقليد العبري الحضور الالهي لدى هليل هو نفسه حضور الاله مع موسى كل الحكماء تدور اعينهم مع هليل اذ يقول ان لم اكن لاجل نفسي كيف سأصبح وان لم اكن الا لنفسي من اكون وان لم يكن الان فمتى ام عين اني لي ازم لي فكي اني لي دزمي ما اني في ام لو اخشاف اعزمتاي وهذه العبارات التي تكررت قبل الكارثة اذا لأول مرة سمعت صرخة موسى ضد اسرائيل حسب المتدين الحردين لذلك جاء الصهيونيون لخلق الكارثة كان كل شيء مفتعلا صانع القانون في بني اسرائيل هو الذي جاءت به الصرخات فكانت الصرخات باسمه وفسر بشكل سلس الهلخاء او الهلخاء وان استعادت اسرائيل هذا التفسير فقدرة تسحال الجيش الاسرائيلي ستكون معدومة لقد سمعت الجماعات المتدينة وقررت صرخة موسى ضد اسرائيل قبل الكارثة وفي الساعة الاولى من يوم الجمعة عيد المسلمين كانت النبوءة قد تحققت وتدخل الصهاينة من اليهود لوقف هذه الصرخة وتدخل الصهاينة من اليهود لوقف هذه الصرخة كل شيء انبأ ان دخول اولى دقائق جمعة المسلمين حملت هذه الصرخة صرخة موسى ولذلك تقرر تعديل الصوت من صرخة موسى الى صرخة قتلى وجرحة الكل يغضب والكل يغضب موسى وقد زاد قدم الرب بعدم قبول ان تكون صرخته في شعب بني اسرائيل حاليا تجاوزت الجماعة ابناء هارون ملدت هارون التي انتحر اغلبها وقتل منها اغلب الضحايا ما تقول عنه المساطر والقانون خصوصا القوانين السبعة لان شعب بني اسرائيل لم يؤمن بالسماوات السبع والاراضين السبع لمعرفة ما بالكون في الحال وفي الاخرة على حد نفس المنطوق الذي يتحدث به الجميع لقد رأى هذا الجمع ورأى الجميع ما قاله هليل بان على اليهودي ان يكون هارونيا البحث عن السلام واتباعه مش نابيركي افوت وهليل هزكين او هليل القديم او الحكيم اخر رئيس من السنهردين في مرحلة الزقاط ليقول لهؤلاء بان اسرائيل الحالية هي نهاية عهد قريب وهو ما يجعل نهاية اسرائيل حسب جماعة ابناء هارون مولديتس هارون هي المتوقعة فالحاخام هليل الذي ولد في بابل في سنة ستين قبل الميلاد وتوفي في التاسع من ميلاد السيد المسيح في القدس ورث علمه شيمون ابنه الذي يرقد في نفس الجبل الذي جرت فيه هذه الكارثة لذلك اختلطت تقوس جماعة ابناء هارون والاخرين وقد استثمر السهيوني هذا الوضع انتصارا للسهيونية ضد هذه الجماعات المتطرفة فلا يلتقي تطرف السهيونية وتطرف الارثوذوكسية اليهودية بل يتصادمان وهو ما تخفيه اسرائيل ويعد أحد أسرارها الذي ينبئها من الداخل بزوالها هليل الذي هو وراء جماعة سببت لإسرائيل كل هذه الكارثة تعتبره التقاليد الربية على درجة عزرى وموسى ومدرسة بيت هليل هي التي صنعت القانون في إسرائيل وفي 120 سنة 40 في بابل وأخرى موالية في القدس وأخرى للسلطة الروحية العليا بني إسرائيل سيفر ديفاريم 357 لا يزال هذه السلطة نافذة وهي التي قررت زيارة القبر على نهج التلامذة وقد استضموا بمن وضع في طريقهم الألواح المعدنية فكان نزعها كارثة من بيت داود من جهة الأم ومن سبط بن يمين جاء علمه لأنه التحفى الثلج والبرد كي لا يعطل الشباة للبحث عن وسائل كي يدفع هكذا يرغب هؤلاء في تقديس معلمهم تقول السوق العشرين عندما هجرت طوراه أو نوسيا صعد عزرا إلى بابليون أو بابل لإستعادته وعندما هجر للمرة الثانية صعد هليل لإستعادته أبناء هارون وعلى طريقة هليل خلقت أكبر كارثة في إسرائيل فهم حاربوا ودفعوا الألواح المعدنية للسقوط هم لم يفقكوها مثلا لقد كانت من البراغي هم لم يسعون لذلك بل دفعوا دفعا كما حدث في وقت سابق كان الصهاينة يعرفون مطالب جماعة أبناء هارون لكن هذه الكارثة دفعت الجماعة إلى المزيد من التطرف ويتعرف من وراء هذا السر وقد استفزوا أبناء الجماعة بحضور المجندات فكان أن خرجوا عن طورهم جماعة مولدت أهارون جاءت لتقول إن صرخة موسى ضد إسرائيل وأن الحكمة والعلم تزكي هذا القول وفي واقع الحال اليوم فإن إسرائيل كلما تقدمت نحو تطرفها الديني قتلت تطرفها الصهيوني تلك هي المقولة الذهبية لمن أراد أن يعرف ما تعيشه إسرائيل الآن ما يعيشه الداخل الإسرائيلي فالضعف لا يقتل بني إسرائيل بل تقتلهم القوة وتخربهم فهم يؤمنون بأن الله القوي وعبادتهم على ذلك في الأرض بأن يمتثلوا لهذه القوة خربت أرضهم ولذلك فحكماءهم اليوم متخوفون ورغم حالة المصالحة في شاس بين الصهيونية والأرثوذكسية فإن جماعات مثل هؤلاء الذين انتحروا أخيرا ملدت أهارون تكشف شيئا آخر إنهم الذين ذهبوا ضحية هذا التدافع مما جعله مقصودا في جماعة أرادت وارتبت لنفسها أن تذهب للضريح من حيث يجب لأنها تقرأ الآثار بشكل عميق وعندما ترغب في شيء تزيد من قراءته وتضاعفها لمرات كثيرة لقد كان ذكاء اليمين المتطرف باستعاب ما جرى دون استحضار ما هو ديني في هذا الصراع هكذا تعامل نتنياهو وأمر أن يتعامل الإسرائيليون مع هذا الحادث الذي جعل الصهاينة يناصبون الخصومة للصوفية اليهودية وأكبر إشكال هو اتصال أو انفصال الصوفية اليهودية عن الصهيونية والصوفية الموسوية أكثر حرفية وسلفية عكس ما في جوار إسرائيل إن صرخة موسى ضد إسرائيل سمعها الجميع سمعها الطفل الحاضر قبل البالغ والمبلغ الكل اندهش لصرخة موسى كما صورت لهذه الجماهير كان ضروريا لهذه الصرخة أن تتوقف كانت صرخة عجيبة ليس هنا إلا أن نقول ويقول أيضا بعد العقلاء أنها من الأسطورة أسطورة هذه الجماهير المجتمعة لكن الصرخة حدثت ولذلك أمر الصهاينة بأن تكون الصرخة الأخرى صرخة الألم الكبير لتذكر الإسرائيليون أن صرخة ما حدث بعد موسى أقوى من الصرخة التي يطلقها موسى كما تمقل جماعة موليديت أهرون مؤكدة وفي ميلاد فجر الجمعة عيد المسلمين وفي نهاية آية مخلصة وتفسيرها من الحكيم هليل كانت الأمور مكشوفة لمصير بني إسرائيل بأن العودة إلى القدس والسمرار اليهود فيها من دون صولجان القوة لا بد أن يصبح اليهود مرة أخرى بعيدا عن استخدام القوة ليعيشوا وأنصار القوة الصهيونية رفضوا هذه الإشارة وضربوها في المهد كي لا تحمل إلى باقي الزوار وحولوا الصرخة إلى صرخة أخرى صرخة موسى إلى صرخة الألم صرخة السبي وهذا الذي يدفع بني إسرائيل وبني صهيون إلى التمسك بهذه الأرض إلى باقي الزوار كان الآلاف قد تضرروا عندما سمعوا أن مصير إسرائيل في كف العفريت لقد تداول الزوار المشهد الذي نقل بالصورة واندهش الجميع بأن الفلاش توقف واحترق الحامل ولا يرغب نتنياهو بالنظر إلى الآن في كاميرات التسجيل لقد تخوفت نفسه من صرخة موسى كل هذا قد يكون مجرد اجتماع على فكرة اجتماع بخصوص رؤية قد يكون هذا ليس إلا استهاما جماعيا لكنه وقع والكاميرات نقلت مباشرة وسجلت كل ما جرى بهذه الصرخة التي سبقت ما حدث بأقل من ساعتين الكل سمع في ساعتين كاملتين صرخة موسى ضد إسرائيل لقد أرادوا أن يتركوا الأمور درامية وهم يدركون أن على الصهاينة أن يحولوا المشهد إلى كارثة وهذا ما تحقق بقرار سياسي يعني أن النظر تتواصل حول إسرائيل وأن إسرائيل إلى نهايتها حسب الأسطورة الأرثوذكسية التي سمعت في الساعة الواحدة وواحد وثلاثين دقيقة من صبيحة الجمعة مع عيد المسلمين هكذا ينظر المتدينون ويخافون على مصيرهم ومصير بني إسرائيل في هذه الأرض تلك هي الرسالة التي لم يستطع إلى الآن نتنياهوس معها وبقي متشبثا بدموعه فقط الكل ينصحه أن لا يعود إلى الخلف وأن يواصل لأنه ملك إسرائيل لكن صرخة موسى لا تزال إلى الآن تدق على الأقل عند هؤلاء المتصوفة بعد أن اختلطت الموسى بالصرخات وآن ذاك كان يعرف الجميع أن شيئا ما قد حدث وحدث أن كان فيه شهداء من بني هارون أو أولاد هارون وهذه الجماعة تطلب شيئا واحدا أن يكون الإسرائيليون هارونيين ما داموا لم يستطيعوا أن يكونوا موسويين وإلا ستحل الكارثة